لبيكم من جديد بازل نتواصل معكم في صباحات سودانية وصلنا لفقرة الرياضة فقرة الرياضة يمكن اليوم هنتكلم عن حاجة مهمة شديد تقوية عضلات البطن للمبتدئين سيكون معنا كوتش محمد الأمين في المساحة الخارجية يا كوتش السلام عليكم صباح الخير صباح الخير صباح النور علينا وعلينا كيف حالك؟ إن شاء الله طيب بخير الحمد لله الحمد لله والله كوتش محمود يعني يمكن دائما الحديث حول عضلات البطن ورياضات مختلفة بالنسبة لها كده بداية عرفنا على منطقة البطن الكلام بيكون حولها كثير جدا في الجانب الصحية فعلا طيب هي أصلا عضلات البطن اللي هي الأبدومينال دي بتبدأ من هنا لحد أسفل السورة وعندنا برضو الجوانب اللي هي بنقول لها الحتة الضروع المنشارية فهي عضلة مهمة جدا واهتمام الناس كلها سحاليا فنحن هسي للمبتدئين دارين نوري تمارين بسيطة في نفس الوقت هي تكون مؤسرة وفي نفس الوقت تكون شنو يعني نعمل بطريقة صح حشان ما تعرضنا لأي يعني مشاكل صحية تانية طيب ورينا طيب نوريكم معانا اللي لا كوتش مزعب طبعا التحية ليو كمان تحية اللي كوتش مزعب هي المهمية ولا الصفلية هنبدأ بالعضلات الأسوال هنبدأ بالعضلات الصفلة هنبدأ بالعضلات الصفلة يا شوات والتمرين دي يا كوتش هنقدر نعمله كمان في البيت يعني مالل نجوم نمشي حتة متخصصة أو كده بل الضبط كده في البيت في النجيلة يعني الموضوع ما صعب موضوع إيزي افضل يا كوتش هنبدأ تمرين الأول دي تمرين الأول يا راد تشرح لنا انت يا كوتش كوتش مزعب يقول ان التبرين الأول يجب أن تثبت يدينك ترتكس جيدا وتكون مركز سطحاتك السلسة للفقرية على الأرض بحيث أن تكون مرتكس تبدأ ترفع رجلينك لفوق تنزل بس براحة كما لاحظنا كوتش مزعب يتنفس موضوع التنفس في تمرين البطن مهم جدا لكي لا يحدث نشاد عضلي لكي نستبيت من التبرين لأن أي عضلة تشتغل عليها تكون محتاجة لأكسجين لكي يجب أن تتنفسه كما لاحظنا كوتش مزعب يتمرن براحة يعني لا ينفط لكي لا ينقذ نقص في الظهر السلسة للفقرية عشرين مرة خمسة عشر مرة كمرة كده لا دي كل زوله نصيبه كل زوله يقدر عليه كل زوله يقدر عليه دايما الأرقام بتحت الرياضة دي انت وقوة تحملك انت وقوة تحمل عضلة كيف هي فكرة الرياضة؟ الليلة بتبديوه الكم اللي هو تبديو فوق تحمله لكي يحصل اللي يتطوره يعني هدموا وبناء للعضلة وانا كل مرة ببدا أزيد شوية شوية نشوف تمرين تاني؟ طيب قدينا تاني تمرين على البطن ده تمرين برضو لأسفل البطن بس بس بوضعيها مختلفة طبية كوتشو يعني عادة في ناس ممكن تكون في ممارسات خاطئة يعني انا عمل التمرين ده بعد الأكل بيكم ولا قبل الأكل بيكم ولا متان يعني تفاصيل هي دايما انت لما تبدأ تمارينك ما بتعملها وانت بطنك مليئة يعني ما بتاكل وانت باشر التمرين وفي نفس الوقت ما تطيق تمارس التمارين وانت بطنك فاض يعني طيب يا كوتشو ناخد واحد على البطن على البطن طيب يعني الناس عارفون انه حافظوا مزامنة يعمل مدرسة يعني عارفون جدا اللي هو الكرونش بس لو لاحظنا هما حاجة عملت التنفس وبعدها لو لاحظنا انه الكوتش ما قاعد يضغط على رجبة عشان انا ما اقذي المنطقة دي من السلسلة الفقرية فدايما الناس يعني ما تساعد بدانا يعني انت شنو بتشيل بطنك اللي لاحظنا الحركة ترضى في البطن في اللون حتى ان بعدها بيتباع بيجسمه يعني انا ما اجور كده عشان اقوم اقذي المنطقة دي من السلسلة الفقرية طيب التمرين دي كوتش محمود يعني بيقول انه في ايام اللولى للشخص المبتدئ بتسبب مشاكل فيها نوع من الاهراق فيها نوع من التعب يعني هي ما مشاكل هي زي الحاجة النايمة وانت صحيطة اقيد حتقول لك انا هنا ممكن يحصل شد عضلي ده تمزق مش هو مو الشد عضلي الشد العضلي يصابة تمزق ده شيء طبيعي جدا لانه العضل اصلا نايمة انت ما قاعد تمرينها فبيبدأ اللي هو التلف بتاع العضلات ده شيء طبيعي جدا وبعده انت بيبدأ تبناء للعضل وكذا العضلة بتتطور فيه ناس ما بيستحملوا التمزق دفاع ولا يقول لك والله ما عاوس خلاص تاني والله يفعل انا اي صح ما هو ما في شي بيجي بس ايش لقدم تشتغل عشان تجيب قروج لقدم تتمرن عشان تعمل جسم صحي صحيح طيب نشوف تمرين تاني طيب نشوف مصعب طيب ده برده تمرين ده برده بدي اسفل البطن وعلى البطن نعم تمرين ده شوية صعب من ديلك يعني انتش ممكن تتطور شوية شوية حقه من الليلة طوال يجربوا طيب يا كوتش وديل السيدات والرجال ولا للرجال فقط شفتوا انتو الرجال والنساء مش بيعتبرون حاجة واحدة في الرياضة بالذات حما حاجة واحدة كده تمام شريط بالذات حاجة واحدة طيب انت هر من تمرين كده ده التمرين الثالث او الرابع التمرين الثالث ايوه بس لو لاحظنا انه ده من كوتش مصعب قاعد يتنفس طيب التمرين ده بالذات للأجناب ده بالذات للسيدات ده بركز على الأجناب هنا يعني الوسط دائما يعني فيه ناس قررت لو تشرح بس الحركة يا كوتش لانه هو وضع الرجلين كيف هو رافع ضهر قليلا تحت الرجبة و الأكتاف رافعهم من الأرض و يبدأ يتحرك يمين و شمال يصل رجله و لا ينزل من الأرض يصل إلى الرجلة الثانية يعني يلمس هنا و يتنفس الآن في هذه الحالة البطن تكون مشدودة أفلاً يعني أفلاً هو البطن مشدودة عندما يتحرك يمين و شمال يتحرك الأجناب ده تمرين جميل جداً ما صعب و ساهل و كما لاحظنا الرجبة يجب أن تكون صعب يعني أنا ما تاني رجبته مخليها مستقيمة يعني ما يكون فيها صعبات طب انت يمكن يا كوتش من جبال تذكر في أهمية التنفس و في أثناء عملية الرياضة يا ريت بس توضيحنا لها توضيح علينا أكتر و تدينا تفاصيلها جيد و أصلاً عندما يحصل العضلة عندما يحصل الشراب تتقبط و تتفاتح و تتتقبط و تتفاتح زي الرياضة جيد أنا أتنفس لأنه في هذه اللحظة محتاجة أكسجين جيد فأنا لا أكتب منها الأكسجين الأكسجين هو ذاته الذي يساعد في حراجته جيد فأنا أتنفس لأنه لا يأتي لأنه لا يأتي بالشد العضلة و هذا ما نلاحظنا لأنه صحة التمرين و تكون مع التنفس و تستطيع تعمله أسهل و يبقى لك أسهل طيب هل تكون هذه التمرين لديها فترات معينة الصباح و المساء أم لا يمكن أن تكون في أي وقت فرق؟ هو أحسن وقت للتمرين دائماً يقولون الصباح من الصباح و قبل الليل هو أحسن وقت للتمرين الظهر مناسب للقيلولة و طبعاً لا يوجد أفراطنا فيها أو أي أحداً لا تسبب أي أشكال بل بالعكس تكون صحية بل تكون حاجة صحية أيضاً الحكاة تنظيمه كدس ما أكتر كوتش بحمود أيضاً نزل في سؤال الأخير للذيقة الوقت عندنا أيضاً يتيب الحديث كثير جداً أنه يأخذ التمرين الرياضية في فترة الأخيرة انتشرت مدى تملك المعلومة الصحيح عشان واحد ما يئذي جسمه أو يئذي عضو معين صح أصلاً هو إن كنت تعرف التمرين صح ده أهم شيء في الموضوع عشان كده أنا قاعد ننبه من جبال كوتش ممكن يلاحظ ذول شغال غلط كده لكن دائماً وضع التنفس ده ذول ممكن ما يلاحظ له عشان كده دائماً التمرين أنا لازم أعرف المعطيات بتاعته الصح ما أأذي نفسي وفي نفس الوقت يكون يكون له مفيد أكتر الجنتيجة كنت أتحمس إنه أواصل تاني يا صراح شكراً لك جداً وجودك معاني يا كوتش والتحية لك كمان والكوتش التاني وإن شاء الله يوم سعيد عليكم كوتش مزعب كوتش محمود كوتش مزعب كنتم معاناً في الصباح عبر فقرة الرياضة والحديث حول العديد من التمارين لعضلات البطل